عارف يا بوكولوس أنا بحب القراءة جدا I like reading I like reading too I had many books الله طب ممكن أستعرهم يا ميس إيمان وأراهم هما إيه دول اللي تستعرهم يا بوكولوس الكتب يا ميس إيمان مش حضرتك بتقولي I had many books Can I borrow those books بس أنا ما عنديش books يا بوكولوس مش حضرتك قلتي I had many books أيوة فعلا يا بوكولوس أنا قلت I had أنت ما خدتش بالك ولا إيه قلت I had many books had يا بوكولوس يعني كان عندي had past في الماضي أنا كان عندي في الماضي كتب لكن دلوقتي لأ لأن had دل ماضي بتاع have وبتاع هاس كمان والpast يا بوكولوس بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي ودلوقتي لأ هاجة حصلت في الماضي انتهت وخلاص سواء حصلت في الماضي مرة واحدة أو حصلت كتير المهم إن هي حصلت في الماضي وخلاص فأنا لما قلت I had many books أنت كان لازم تعرف أن أنا ما عنديش كتب دلوقتي لأن أنا استخدمت past simple had لكن لو كنت قلت I have many books يبقى أنا عندي كتب كتير دلوقتي تمام فهمت حضرتك عارف كمان يا بوكولوس I was very happy أنا كمان happy يا ميس إيمان عشان حضرتك happy بس أنا مش هابي يا بوكولوس أنا مش سعيدة أنا بقول لما كان عندي كتب دي كنت سعيدة أنا برضو يا بوكولوس استخدمت was was الماضي بتعذر بتو بي الماضي بتعام وبتع ايز كنت سعيدة لكن دلوقتي لأ عشان أنا دلوقتي ما عنديش كتب دي أنا عارفها يا ميس إيمان عارف إني لما أقول أنا سعيد هقول I am happy أنا كنت سعيد في الباست في الماضي هقول I was happy ولما أقول هو سعيد هقول he is happy هو كان سعيد في الباست في الماضي برضو حتبقى he was happy يعني was الماضي بتاع am وبتاع is يعني زي ما am بتيجي مع I وإز بتيجي مع هي وشي وإت وأي اسم مفرد was بتيجي مع كل دول مع I وهي وشي وإت وأي اسم مفرد بتيجي مع كل الفاعل اللي بيجي مع am وما عايز عشان هي الماضي بتاعهم أما لو عايز أقول هم سعداء هقول they are happy عايز أقول هم كانوا في الباست في الماضي سعداء هقول they were happy يعني where هي الماضي بتاع are يعني بتيجي مع كل الفاعل اللي بيجي مع are اللي هو مين صح يا بؤلوز اللي هو you وwe وthey وأي اسم جمع في المضارع ياخدو are لكن في الباست في الماضي ياخدو were دي كده ذربتو بي في المضارع والماضي وقلنا كمان ذربتو have في المضارع والماضي في البريزنت والباست اللي هو have وهاز الباست بتاعهم had كده تمام يا مسئمين أنا فهمت إن باست سيمبل الماضي بسيط بيعبر عن فعل حدث في الماضي وانتهى دلوقتي مش موجود وممكن يكون حدث في الماضي مرة واحدة أو مرات كتير المهمة حدث في الماضي وانتهى خلاص انتهى 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 طيب أنا عايز بقى يا مسئ أفهم التكوين بتاع التنس ده تكوين الباست سيمبل حاضر يا بؤلوس حشرحولك بالتفصيل قعد بقى كده واسمعني كويس سيت داون بليز اسمعني كويس يا بؤلوس كل verb فعل في اللغة الإنجليزية لتلت أشكال الأشكال دي سميناهم تصريفات يعني كل فعل له تلت تصريفات تصريف أول تصريف تاني وتصريف تالت التصريف الأول ده المضارع اللي احنا درسناه قبل كده كتير والتصريف التالت ده لسه هندرسه قدام شوية احنا نعرف انه هو موجود بس ما لنجدع وبي دلوقتي أما الايه اللي احنا هنهتم بي دلوقتي هو ده التصريف التاني يبقى الباست سيمبل الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني للفعل الاول المضارع التاني الماضي نمسح بقى التصريف التاني ونشوف مع بعض التصريفين بتوعنا التصريف الاول المضارع والتصريف التاني الماضي ايه الفرق بينهم من حيث الشكل لو لاحظت اني الاول بلاي بلايت ان الماضي شبه المضارع بالضبط بس مزودين له يعني اذا انا عندي مجموعة من الافعال بجيب الماضي بتاعها باضافة اي دي للمضارع اضيف اي دي للبريزنت يديني الباست طيب هل كل الافعال كأو دي؟ او دي سميناها افعال منتزمة طيب هل كل الافعال كده؟ طبعا لا عندي افعال تانية زي جو الماضي بتاعها وانت يذهب زهبة نلاحظ ان وانت ما هياش شبه جو خالص لها شكل تاني وساعات تيبقوا التصريف الاول والتاني نفس الشكل زي مثلا عندي زي مثلا عندي كات الباست بتاعها كات صح كده؟ كات كات يعني شبهها بعض بالضبط طيب نرجع تاني نرجع تاني نرجع تاني قولنا عندنا نوعين من الافعال ريجولار فيربس ان انا اجيب المضارع ازود له ايدي يديني الماضي الباست والريجولار فيربس افعال غير منتزمة دي هاف نو رول ما عندهاش قواعد كل فعل منهم بحفظوا بحفظ الماضي ايه؟ يعني انا هاحفظ اني جو الماضي بتاعها ونت عشان ما فيش قاعدة معينة اقولك انك تنفزها فيها طيب احنا دلوقتي هنقسم دول المجموع الافعال دي الى المجموعتين اللي احنا اتفقنا عليهم تعالى نحط دي هنا كده طيب بيبقى هنا ريجولار فيربس وهنا الريجولار فيربس افعال منتزمة افعال غير منتزمة منتزمة ازود ايدي للمضارع يديني الماضي غير منتزمة بحفظها كل مضارع ماضي ايه طيب انا دلوقتي لما اجي اضيف ال ايدي بحطها كده وخلاص ولا في حاجات باخد بالي منها اكيد طبعا في حاجات باخد بالي منها الفعل عندي لو بينتهي بيبس زي دي كده انا اضفت له دي بس عشان هو عنده ال اي بتاعته خلاص يبقى الفعل اللي اخره ايه بضيف له دي بس ولاحظ حبيبي ان انا بقول هنا بلاي بلايد اد ال اي دي قلتها اد بيك بيك ت ال اي دي هنا نطقتها تي يعني حتى نطق ال اي دي مختلف هحطتلكم في صندوق الوصف رابط بتوضح ازاي انطق كل اي دي بتلات طرق مختلفة دلوقتي نركز في القاعدة يبقى عندي هنا اللي اخرها اي اضفت اضفت اخيرها وي اخيرها وي طالما الفيرب اخر وي بحذف ال وي وحط اي اي دي حزفت ال وي وحطت اي اي دي كلام اي ده بقى مانا لسا عندي فوق بلي هو ومحزفتش ال وي ولا حاجة وحطت ال اي دي وخلاص اشمعنا هنا انا حزفت ال وي وحطت اي دي وهنا محزفتش ال وي سبتها زي ما هي اقولك انا علشان هنا ال وي قبلها حرف ساكن لكن هنا ال وي قبلها حرف فاول متحرك يبقى لو كان ال w قبلها فاول متحرك أنا بخاف من الحرف المتحرك ولا ححذفها ولا جي جنبها أحط ال-EG ومشي على طول لكن هنا ال-Y قبلها consonant قبلها ساكن يبقى ال-Y لو قبلها ساكن بحذفها وحط I-EG ودي كلها اسمها مجموعة regular verbis الأفعال المنتظمة اللي هي بزوت لها E-D للفعل العادي D-Bus للفعل الأخر E-I-E-D للفعل للآخر Y قبلها ساكن لازم أكمل كلامي كده أقول للفعل للآخر Y قبلها consonant letter حرف ساكن طيب نيجي بقى هنا ل-Go وال-Best بتاعها وينت دي مجموعة بقى أنا لازم أحفظها في منها أفعال كتير زي مثلا Come came يأتي أتى Eat eat يأكل أكلها Go went اللي احنا قلناها Set set شوفوا شبه بعضيها بالضبطة هي Set set يجلس جلسة No New يعرف عرفة Meet Met يقابل قابلة Till Told يخبر أخبرة يقول لحد يعني Till Told Told By Put يشتري اشترى تلاحظوا حبيب إن كل واحدة فيهم لها نظام ما فيش قاعدة معينة أطبقها عليهم كلهم فأنا لو عايز مثلا أمثلة أقول من الأفعال اللي عندي أقول أنا مثلا بحكي لك إن زهبت إلى حديقة الحيوانات Yesterday I went to the zoo مبارح أنا زهبت إلى الحديقة هل ينفع حبيبي أقول Go لأ أنا بقول لك Yesterday يعني مبارح يبقى لازم يكون ماضي يبقى Yesterday I went to the zoo أنا رحت حديقة الحيوان طيب I played with my brother أنا لعبت مع أخي هناك برضو هنا played past عشان أنا هنا بتكلم على Yesterday مبارح I saw many animals أنا رأيت كثير من الحيوانات خدوا بالكو برضو دي zoo الماضي بتاع C رأيت كثير من الحيوانات I ate lunch أنا تناولت هناك إيه الغداء I ate lunch there تناولت الغداء هناك برضو هنا ate الماضي بتاع eat لحظوا حبيبي I fed the animals أنا أطعمت الحيوانات برضو دي fed past بتاع feed يعني خلاصة الكلام أنا بحكي لك عن رحلة اللي عملتها مبارح فكله كله كله هيبقى في البست والآخر أقول لك I was happy أنا كنت سعيد في الفوس حدي كل ده حبيبي إيه past يبقى ملخص الموضوع إني past simple ماضي بسيط بيتكون من التصريف التاني للفعل والتصريف التاني هو شبه الأولاني بالزبط بإضافة E G أو D لو أخره E أو I E G لو أخره Y دي irregular verbis الأفعال المنتظمة irregular دي بحفظها مفيش حل تاني وبيعبر عن إيه فعل حدث في الماضي وانتهى حدث مرة حدث مرتين حدث أكتر المهم أنه هو حدث وانتهى انتهى انتهى زي ما قال لنا بقولوس كده بالزبط طب لو سمحت يا ميس لو أنا عايز أستخدم النفي يعني بدل ما أقول فعل حدث في الماضي عايز أقول فعل لم يحدث في الماضي أنا أقول لك يا بؤلوس حانن فيها بددنت ددنت زائد الانفانيتف ددنت زائد المصدر أقول لك حاجة يا بؤلوس دي دي شريرة عارف ليه؟ عشان بتخش الجملة تسرق الزمن لنفسها وتخلي الفعل يعيني بعدها في المصدر معهوش أي حاجة إزاي؟ نفس الأمثلة اللي احنا خدناها يا بؤلوس اللي قلنا فيها I went to the zoo أنا ذهبت إلى الحاجق حاجقت الحيوان عايزة أن فيها أقول أنا لم أذهب فحقول I didn't go to the zoo أنا لم أذهب إلى الحاجق هنا didn't دخلت وأخذت الزمن من وينت رجعتها تاني go طيب I played with my brother حتبقى I didn't play I didn't play with my brother برضو أخذت منها الزمن I saw many animals أنا رأيت كثير من الحيوانات I didn't see any animals أنا ما شفتش أي حيوانات يبقى أنا هنا عملت إيه؟ نفيت saw بdidn't see I ate lunch there I didn't eat lunch there I fed the animals there حتبقى I didn't feed the animals يبقى fed نفيتها didn't feed كلهم نفيتهم بdidn't وبعدها المصدر بتاع الفعل الفيربتو بي ده ما بيحبش didn't لا يمكن نيجي قبلي didn't ليه؟ لأنه هو فعل مساعد وdidn't هنا جايك فعل مساعد يبقى جملة I was happy ما هينفعش أقول I didn't was غلط 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 هقول إيه؟ من يقول؟ أنا أقول لكم هقول I wasn't happy ببساطة يعني أنا أي فعلة عندي أساسي حبايبي بنفيه بdidn't وارجعه للمصدر إلا فيربتو بي بحط له هو الناط وما ليش دعوه بقى هو ينفي بمعرفته يبقى هنا I wasn't happy يبقى فيربتو بي ما بنفهوش بdidn't خالص 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 بنفيه بنفسه أحط له الناط وبث فهمنا النفي حبايبي؟ سهل جداً طيب كده اتفقنا أني الماضي البسيط بست سيمبل بقى عنده فعل مساعد ملاكي بتاعه مين ده؟ ده ديد عايز ينفيه جيب ديدنت طب لو عايزة أحط سؤال في البست برضو حجيب ديد عادي خالص إزاي؟ عندي هنا مثلاً هل هو زهب إلى المدرسة أمس؟ لحظة هنا جو جاية في الانفينتف لي عشان معاها ديد ديد لازم تخش تاخد الزمن سواء كانت هي ديد أو ديدنت طبعاً هنا حبايبي ديد في أول السؤال معناها هل وحجيب بإيه؟ يس أو نو وبعد يس ونو هعمل إيه؟ مقص كروس تسميها زي ما تسميها المهمة هبدل أول كلمتين يعني مثلاً بدل جيد هي هتبقى هي ديد يس هي ديد أو هي ديدنت نو هي ديدنت طبعاً نو هجيب لها ديدنت هزود نات نات تنوت تروح مع نو نات تنوت تروح مع نو نات تنوت تروح مع نو نو معها نات على طول يس مش معها حد جاية لوحدها هي ماشي؟ هي بقى عندي يس هي ديد نو هي ديدنت yes he did no he didn't أو yes I did no I did I didn't yes I did no I didn't the I ايه فحالة you لأن you بتنزل I ماشي حبايبي طيب هي ممكن بقى did تيجي بعد قدات الاستفاعل اه طبعا احنا اتفقنا ان did جي خلاص البست سيمبل اشتريها بقت هي الفعل المساعد بتاعه كل ما يعوز فعل المساعد يجيبها فانا مثلا لما اسأل حد اقول له where did you go yesterday طبعا انا جايب لكم جملة بسيطة حبايبي عشان اركز في القاعدة مش في معاني الكلمات where did you go yesterday اين ذهبت امس خدوا بالكو حتى لما فيش yesterday انا برضو بتكلم في الماضي عشان did المتحمل مسؤولية الجملة هي did يعني لما اسألك من غير yesterday يعني اعتبر ان الجملة فاش yesterday لو انا بقول لك where did you go تعرف ان انا بكلمك عن الماضي ليه يا ميس ما هو جو مضارع اهو هي جو مصدر ولكن معاها did did هي المسؤولة عن زمن الجملة طلعه ماضيت في الجملة تبقى الجملة ماضي past طلعه ماضيت في الجملة تبقى الجملة past طبعا هنا ينسى اجاب يس ونو لا بقى ده حيتحك علي لو انا قلت له يس ونو ليه بقى هو بيقول لي اين ذهبت مبارح اقول له يس ايه ده بقى استفاد ايه هو كده غلط طبعا يس ونو رد على الاسئلة اللي بتبدأ بفعل مساعد طب اللي بيبتجي بقى ده تستفهم ده where يبقى حقول له اسم المكان when اقول له الزمان وهكذا فهنا بيقول لي where did you go yesterday اين ذهبت امس فحقول له i went to the park ايه ده بقى هي مش في السؤال go ايه اللي نزلها تحت wind اقول لك انا مش هي فوق في السؤال did وغد الزمن من go وجاي بعدها في المصدر بس هو اصلا اصلا كان ماضي وهي خدت منه الزمن صح مش احنا اتفقنا على كده طيب اما انا جيت بقى ايه حطيت الايجابة حزفت did لما اجي احزف did قبل ما احزفها بقى اكروشها برا الجملة اقول لا تعالي حبيبتي هاتي اللي انت خدتيه مننا ايه خدت ايه خدت الزمن نرجعه لصاحبه بقى يبقى go يبقى went go يبقى went يبقى هنا هقول i went to the park يبقى اخد بالي حبيبي القاعدة الرئيسية الاساسية did وراها مصدر ارد عليها بماضي did وراها مصدر ارد عليها بماضي did وراها مصدر ارد عليها بماضي لو بزي بيه هنا كان غنها دي لما شبع انتو غنوها بقى did وراها مصدر ارد عليها بماضي did وراها infinitive. أرد عليها past. ديد وراها infinitive. أرد عليها past. أنا بقول بالإنجلش وبالعربي عشان أوصل لكم كلكو. تفهموني. ماشي حبيبي؟ طيب. كده عرفنا الباست استخدمناه في الباست استخدمناه في الإثبات وفي النافي وفي السؤال وفي كل حاجة. فاضل إيه؟ طيب يا ميس لو جالي في جملة والمفروض إن أنا أحط الباست سيمبل الماضي البسيط. إزاي أعرف إن الجملة دي ماضي بسيط أصلا؟ في حاجة يا بقولوز اسمها كيووردز الكلمات الدلة. يعني لما بتيجي في الجملة بعرف إن الجملة دي باست سيمبل هحطها تصريف تاني أو ديدنت والمصدر. والكلمات دي يا بقولوز هي يستر دي لست أجو إن ذا باست وانس يستر دي لست أجو إن ذا باست وانس مين بيغني هنا من ورايا؟ هاي بيزي بي إيه يا ميس الكلمات اللي كنت بتقوليها لما أشوفها أعرف إن الجملة ماضي بس هي يا بيزي بي يستر دي لست أجو إن ذا باست وانس وكمان لو جاي لتاريخ ماضي أو بتكلم عن رحلة أو حاجة عملتها في الماضي أو بتكلم عن التاريخ زي الكلام عن الفراعنة مثلا والأهرامات والتاريخ عموما كل دا باستخدم فيه باست باست سيمبل تصريف تاني أو أو دي دنت زائد المصدر وأهم الكلمات الدلة يستر دي لست أجو إن ذا باست وانس سيبولي أنا بقى الطلعدي غنوا أصحابي غنوا أصحابي غنوا أصحابي جسر دي لست أجو إن ذا باست وانس جسر دي لست أجو إن ذا باست وانس شكرا بقل السوسكا وبيزي بي الى دي على باست سيمبل ماضي بسيط طبعا هنا حبيبي عندي يستردي اول ملاقي يستردي اعرف ان انا عندي هنا ايه الزمن دا ايه باست سيمبل باختار تصريف تاني اي دي او افعال الريجولار غير منتظمة ده في الاسبات وفي النافي ديدنت والمصدر صحي كده نتفق كده يبقى انا هنا حاختار ايه حاختار moved moved انتقل يبقى اوار فاملي اسرتنا انتقلت الى بيتنا الجديد في اسكندرية علي space to alexandria with his family last month month last month last yesterday last ago last 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 يبقى حاجب مين تعالا فين الكتابة بالقلم ده متعبة فين الدروف علي دروف well done سيء 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 ماضي طيب ثري هنا بقى she didn't space the film yesterday yesterday last ago in the best one سيء بقى حعمل ايه حعمل best so no اه هنا yesterday واي ايه اه هنا best واي هنا ماضي بس انا عندي ايه didn't والدد بييجي وراها ايه الدد بييجي وراها مصدر الدد بييجي وراها مصدر يبقى انا هنا هاختار ايه هاختار see كتب القلم على طول الحمد لله يبقى didn't see did مصدر بالرغم من رجودي yesterday في yesterday ما فيش yesterday انا ماليش دعوة did وراها مصدر did وراها مصدر اللي هي did او didn't didn't وراها مصدر didn't وراها مصدر طيب الجملة هكذا ازاي ماضي وفيها see ماضي عشان didn't طالما انا عندي هنا didn't يبقى الجملة ماضي يبقى didn't جاية في الماضي عشان yesterday بس didn't وراها مصدر did وراها مصدر اوكي طيب يبقى لو عندي كلمة دلة على الماضي هاختار يا اما فعل في الماضي اللي هو زي التصريف التاني هنا drove say moved انتقل يا اما بختار didn't والمصدر في حالة النفي طيب for the children space their mother at home yesterday yesterday last ago in the best ones الاولاد عملوا ايه هلبت يبقى انا اروح اجيب الالم واكتب به هنا اختار هلبت في البست حلو كده طيب five i space eat pizza last weekend last weekend يعني week end اللي فات عطلة نهاية الاسبوع اللي فات ماشي طيب انا هنا عندي last يعني ماضي صح last yesterday last ago in the best ones طيب ما عندي last يبقى ايه last week last year last اي حاجة انا ماليش دعوة last ماضي يبقى هاختار يا اما فعل في الماضي تصريف تاني يا اما didn't والمصدر يبقى انا هنا هروح اجيب القلم تاني برضو واختار مين didn't بس كده وكده حبايبي اخدنا التنس كله بكل ما فيه كل الزمن بكل تفاصيله وحلينا عليه كمان انا حاولت ابسط الامور قدر المستطاع يعني بسطتها كتير كتير التنس ده برضو هتفهمه ان شاء الله لو استفدت من ما تنساش بقى تدعم الفيديو ده والمجهود المبزول فيه بلايك وتعليق لو كان لسه يوتيوب ما حولوش اطفال لو كان حولو اطفال يبقى مش مشكلة حط بس اللايك ولو فهمت بالطريقة دي في الجرامر هتلاقي على القناة في قائمة فيها كرسي جرامر كله بالكارتون اشوفكم من السيشان الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومس ايمان